اليوم جايب لك فضيحة تشقشق أنا أقول لك إيه؟ أنا أقول لك إيه؟ فضيحة مصيبة والله فضيحة مصيبة اسمع النزاه الباحة وقوة من الأمن الوطني داهمة بيت محمد ضياء الأعجي من هو هذا؟ هذا يداوموا برئاسة الوزراء أو الأمانة العامة برئاسة الوزراء لهنان فواز وعماد ما لهم دخل زين ليش أنا يا قحطان حطيت صورتهم وليش حطيت صورة حيدر الوزان هسه تجيكم السالفة تمام؟ لا تستعجل هذا محمد ضياء الأعجي هو اللي يرتب أمور فواز هذا فواز درك هو اللي يرتب أموره وفوقه هناك يعني فوق وهو اللي يطمطم كل الكتب اللي توصل يمن رئيس الوزراء يلا جيب هذا المنتابع للصناعة رئيس أوه لا لا هذا ما الفواز ضم معنانا لا تخلي رئيس الوزراء يشوفه تمام؟ وكم مدير عام هم هو ملتزمهم هذا حج محمد هو اللي دي قاتل على أنه فواز ياخذ الأصالة لأنه بعدها سموه مدير عام أصيل تمام؟ نرجع السالفة البارحة البارحة النزاهة من داهمة بيته لمحمد إش لقوا بي؟ لقوا داخل البيت خمسة مليون دولار وهذا الكلام مو من عندي هذا الكلام من النزاهة خمسة مليون دولار ولاقين كتب تسكية الفواز الدرك وكم مدير عام وياه حتى يحضرهن للأصالة تمام؟ سمعت يا رئيس الوزراء والله العظيم الكتب اللي دا تيجيك تنضم تنضم جوه متوصل لك؟ وعماد الصحن انت وفواز مفلح الدرك ترى حلقتكم كان المفروض اليوم بس اليوم عندي ضيف حق الرد مكفول إليه فاتأخر علي الوقت بس إن شاء الله الأيام اللي جاية وأما بخصوص حيدر الوزان اللي أنا حاط لكم صورته هذا مدير مصنع الكوت هذا يصيحوله حرام القطن هذا شوية أصغر من فواز لأن عماد متفقوية يسوي مدير عام على النسيج والجلود ببدال فواز وأقول لكم معلومة أوقف أخلى أقول لكم معلومة عماد صحن يقول وهو صدق وعنده شركات يقول أنا مستثمر وصدق هو مستثمر بس أنت تصدق يا رئيس الوزراء أنه عماد صحن مستثمر وموظف في وزارة الصناعة وأنه أكو مستثمر موظف يعني الشوال مدافتهم تمام المهم أرجع للسالفة هاي معلومة بس ارتطيق إياها المهم عماد متفقوية حيدر أنه يسوي ببوكام فواز وحيدر طبعا كيف وما مصدق وقام كل شهر يحول فلوس الأراضي والأقصاط الشهرية المقر الشركة حتى تنصره في العماد وكل شهر يحول له 250 مليون إلى 300 مليون بالإضافة إلى الراتب الدوار اللي كان موجود بالمصنع هم حيدر يحوله العماد وكل شهر يأخذ من المصنع ويحول للشركة ليش؟ لأن عماد قايلة رح أخليك بمكان فواز ومتفقين على هذا الموضوع وإنت خليك حدد شواربك وروح أرفع عليه دعاوي إن أنا رح يأكلوك ويراح تمام؟ ومتفقين ويا ماهر أخو الوزير مقابل إنه حيدر الوزان ما يفتح ملفات الفساد ما الفواز لأن ابن عمهم ويخافون عليه حيدر الوزان البطل الجديد هنا نسأل السيد وزير الصناعة أنت يمنى لو معزوم بغير عرس أنت قاعد نايم إذا نايم نوم الهنة حبيبي معاه للوزير وإذا قاعد فقرّت عين الدولة اللي يديرها عماد صحن وهو يقول أنا مستثمر وبنفس الوقت موظف في وزارة الصناعة صحيح 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 شكرا